السلام عليكم ويعطيكم العافية طلاب الصف الثالث الدرس الأول في مادة الفصل الثاني من كتاب التربية الإسلامية الإيمان بالكتب الإلهية يا ثالث معنى الإيمان بالكتب الإلهية هي كتب أنزلت على الأنبياء من عند الله تعالى بعث الله الرسل والأنبياء وأنزل على بعضهم الكتب الإلهية سبب نزول الكتب الإلهية يا ثالث لهداية الناس إلى عبادة الله تعالى وإرشادهم إلى ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة كتب إلهية أنزلت على الأنبياء من عند الله سبحانه وتعالى سبب نزول هذه الكتب لهداية الناس إلى عبادة الله تعالى وإرشادهم إلى ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة أنزل الله سبحانه وتعالى كتب عدة منها التوراة الإنجيل القرآن الكريم التوراة أسماء الكتب الإلهي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء التوراة أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام الإنجيل أنزل على سيدنا عيسى عليه السلام القرآن الكريم أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر كتاب أنزلها الله تعالى وحفظه من التحريف والتغيير القرآن الكريم يا ثلاث هو آخر الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وأؤمن بالكتب الإلهية جميعها يا ثالث التي أنزلها الله سبحانه وتعالى نطلوب منك في هذه الصفحة يا ثابتك تركز الكتب الإلهية كتب أنزلت على الأنبياء كان سبب نزولها لهداية الناس أو العبادة لله تعالى الكتب الإلهية التوراة على سيدنا موسى نزل عليه السلام الإنجيل على سيدنا عيسى وآخر كتاب أنزلها الله تعالى القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبحث عن اسم الكتاب الإلهي الذي أنزله الله تعالى على داود عليه السلام الكتاب الإلهي الذي أنزله الله تعالى على داود عليه السلام الزبور يا ثالث الزبور ننتقل معا إلى أختبر معلوماتي أصل بخط بين الكتاب الإلهي في العمود الأول واسم النبي الذي أنزل عليه في العمود الثاني أنزل عليه في العمود الثاني القرآن الكريم الإنجيل التوراة العمود الثاني موسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام إبراهيم عليه السلام القرآن الكريم أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام التوراة أنزل على موسى عليه السلام سؤال رقم اثنين أملأ الفراغ فيما يأتي ألف آخر الكتب الإلهية التي أنزلها الله تعالى يا ثالث القرآن الكريم أحسنتم با أنزل الله تعالى الكتب الإلهية حكي أن يا ثالث أنزل لهداية الناس إلى عبادة الله تعالى لهداية الناس لعبادة الله تعالى يا ثالث بتركزولي على أختبر معلوماتي ومنركز كمان على أسماء الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء وعلى سبب نزولها وهيك منخون يا ثالث انتهينا من الدرس الأول بعنوان الإيمان بالكتب الإلهية إن شاء الله نشوفكم بالدرس الثاني يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر